سنة جديدة كل سنة وانتوا بكل خير بشكر كل اصدقائنا متواصلين معانا على كل وسائل التواصل حتى على التواصل الروحي الجميل بشكركم جدا يا ميرو انا اللي سعيدة والله انك انت كنت معانا النهاردة بشكرك جدا استاذ صالح بشكر حضرتك اوي استاذ وليد على التعليقات الحلوة والكلام الجميل والمقترحات كمان وزعلان اوي زمن غريب البنات بتروح الجم ورجالها بتطول شعرها والله يعرف استاذ وليد لا المشكلة في الجم ولا المشكلة في طول الشعر المشكلة في القيم في موراق ذلك يعني ايه يعني ما تروح الجم وهو عايز شعره يبقى كده بس المهم انه ما يفقدناش القيم الاساسية وحاطتلي بقى الصور الشهيرة للشباب والبنات والحياة الجديدة ساعات الحياة لما بتتغير على المستوى الشكل لنتخد قوي لكن خدوا بالكوا انه في حاجات كتير جدا دخلت الحياة بمفاهيم جديدة لما اشهر مصممة ازياء في العالم مش عايزة اقول اسمها بس لانه بقت ماركة بقت هي في حد ذاتها بقت ماركة براند قالت ليه النساء بيلبسوا لبس مزعج يعني لبس دايما محتاج تفاصيل كتير واهتمام ومنفوش وكعب عالي طب ليه ما نعتمدش اقمشة بسيطة للنساء في العمل ليه ما نعتمدش اقمشة سهلة ولبس بسيط وسهل فبدأت تغير مفاهيم الازياء والموضة في الاول الناس ارتبكت والداقت لكن بعد كده بقى هو ده الوضع المريح السائد لان انت مش عايز طول الحياة تبقى فساتين سهرة وبدل سورية لكن احنا في الاخر عايزين حياة عملية فانا افترض ان حصلت بعض التغييرات الشكلية المهم في القيم اللي ما ارأى ذلك هل احنا قدرنا نحافظ على حياتنا على جودة حياتنا هل طورناها هل استفدنا بالتغيير والتطوير ولا كان مجرد تغييرات شكلية جرنا الورى اعتقد ده المعيار يعني ده رأيي كمان استاذ وليد بعد انه في الشدة يقاس الصبر في النقاش يقاس العقل في المواقف يقاس البشر طبعا طبعا يعني يا رب دايما حطنا في مواقف جميلة مريحة مش في اختبارات دائمة احنا لسه معاكم وخلاص بنختم صبحتك